قال التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش أن فترة بقاء زعماء التنظيم على قيد الحياة تقلصت بفضل الجهود التي بذلها التحالف لدحل المنظمة الإرهابية في إشارة إلى تنفيذ نحو عملية يوميا ضد قواعد وممرات التنظيم المتباعدة وتساعد لجنة العدالة والمسالة في إجراء محاكمات لعناصر داعش في 13 دولة بدعم مباشر من الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وألمانيا فيما يبقى تفكيك خطر الهول السورية أولوية يحرص العراق على دفعها للواجهة في كل مناسبة دولية باعتبارها خطر مباشر الأمن القومي العراقي قبل غيره وفيما يستذكر العراقيون سروات الظلم التي فرضها التنظيم الإرهابي التي عصفت بكل تقاليد حياتهم اليومية من الزي وغيرها وحتى الضحك فإنهم في الوقت ذاته يواصلون توحيد صفوفهم لدعم القوات الأمنية بمختلف صنوفها ما أسهم بشكل مباشر بتراجع مغامرات التنظيم وجفاف غزواته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر